فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر خطر الاختلاف وما يسببه وروا مسلم أيضا في صحيحه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم بلغنا في الشرح فضي الشيخ إلى هذا نبدأ اليوم من قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم الكلام على أول هذا الحديث نعم وهو حديث عجيب وفيه معجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وفيه أنه دعا لأمته وهذا من نصحه وشفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام دعا لهم بثلاث دعوات ألا يهلكهم بسنة بعامة يعني بجذب عام يعني أن ينحبس المطر عن جميع المسلمين ودعا بأن لا يسلط عليهم عدوا خارجيا يستبيح بيضتهم يعني أرضهم ويستولي على جميع بلاد المسلمين ودعا بأن الله لا يوقع الخلاف بينهم فاستجاب له في دعوتين أن لا يهلكهم بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا خارجيا يستأصلهم وهذا من فضل هذه الأمة أن الله يبقي فيها بقية أن الله يبقي فيها بقية تستمر وإن كان قد يجري على بعضها أو كثير منها من الابتلاء والامتحان والقتل والتشريد وكانت الأمم السابقة يهلكهم الله عن آخرهم كما في قوم نوح وقوم هود وصالح والأمم السابقة إلا أن هذه الأمة ولله الحمد إن الله لا يهلكها هلاكا عاما وإن كان يهلك بعضا منها في دونو بهم